سؤال وأتمنى أنه ما يكونش في إحراجنا حضرتك يمكن سمعنا الكابتن خالد بيومي سمعنا الكابتن طه سماعين سمعنا الكابتن حسن شهاته سمعنا العديد يمكن رأي الكابتن حلمي مفاجأة حتى المتابعين دلوقتي بعتين للرسائل أنهم فقعوا بيك أنك أنت عايز مدير فني أجنبي الكل أجمع على أن المدير الفني المصري هو رجل المرهد لا يمكن أنا ليه وجهة نظر خاصة ولو يكون فيه مدرب أو مدير فني مصري هيبقى فيه واحد بس صاحب إنجازات صاحب تاريخ صاحب بطولات هو حسن شهاته ده المدير الفني الوحيد المصري المقنع اللي يقدر دلوقتي يتحمل هذه المسئولية لو ما فيش مدير فني مصري يبقى مدير فني أجنبي بس يعني إذا أنت تحصل المصري في الكابتن حسن شهاته آه طبعا طبعا مهنا ضروري أجيب حد صاحب إنجازات ما تخيل أنت لما يكون الكابتن حسن شهاته رش حسن حسن ماشي يا هو ليه وجهة نظر كل واحد ليه وجهة نظر أنا فاهم أنا فاهم كل واحد ليه وجهة نظر فأنا وجهة نظري كده يعني دي وجهة نظري ومبنية على أساس يعني لا تؤيد فكرة المدير الفني المخطط بص يا أستاذ عبد المصري صدق أنا فيه شروط فيه شروط بتحطها ما هو كل العالم بيختار كده بش حده بس طب خلينا أسألك بأكثر كل العالم كنت نحلمي أسألك بأكثر جرأة طب بس أين هي المعايير والشروط آيوة التي وضعها الاتحاد لاختيار وحي دي المشكلة أو أجيري دي المشكلة يعني ماشي أنا متفق معك تبا دي المشكلة فين هي المعايير بغض عارفها أستاذ ابن ناصر أنا باجي كده كمخطط أو كراجل مسؤول أو كراجل مدير لاتحاد الكورة أو رئيس لاتحاد الكورة أنا باجي أحط شروط للمدير الفني اللي أنا عايشه واختبال حضرتك الشروط دي لو تنطبق على أي حد يتفضل كبتم حلمي أنت أمام اتحاد فاشل يعني بعد إذنك أيوة عمل معايير الموسم الماضي وأنت كنت أحد المرشحين فيها للمنتخبات أنا عارف بقولك إيه على مسؤوليتي أيام كمخ الموسم الماضي وقت الدكتور عمرى بولمج اتعامل كلاس إيه من المدرمين وحضرتك كنت من ضمنهم وتعامل كلاس بي مساعدين وكلاس سي مساعد مساعدين ومدرم ما يزنى حضرتك وعمل الآتي الدكتور المحترم عمرى بولمج طبعا جال نهاردة قال الكابتن حلمي هو الذي يصلح لإدارة المنتخب الأول طبقا للمعايير اللي انت بتتكلم عليها حسام حسن يصلح للمنتخب الأول حسام البدري يصلح للمنتخب الأول وبعد كده ترك للإتهاد أن يرى من خلال السيفيهات وأن يرى من خلال المرحلة عايز مين ويختار كله ده ره يتقنع كده استنى كده الورقتين دولاي الورقة دي ما لهاك لازمة كده بص معلش 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 كده اهو اهو كده وترمى في الزبالة كده بالضبط ودخل كل واحد جاب المحاسيب بتوقعه هو ده ما هو ده فأنت جاي النهاردة تكلمني على معايير مع دول ما هي دي المشكلة ما هو احنا امتى امتى حنصلح من نفسينا امتى حنشتغل بأسلوب علمي اه امتى حنخطط بأسلوب علمي اه وامتى حندير باحترافية وأسلوب علمي كل العالم كل العالم لما بيجي بيختار منتقبات بيحط آآ قواعد وبحط شروط يجب ان تكون متوفرة في هذا المدرب اللي يجي حيقود منتقب مصر الحاجات دي ما تزعلش حد يعني الكلام ده ما يزعلش حد اي حد بينطبق عليه هزي الشروط يتفضل يتولى مسؤول منتقب لكن لكن احنا عندنا عكس كده انا حقولك على حاجة آآ ندرة يعني واحد اتنين من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد قاعدين ومعهم واحد ثالث بيختاروا مدير فني للمنتخب الأولمبي انا طبعا انا المرحلة اللي انا بعديها مش هرجع لها لما يكون ايه في المنتخبات لا يوم انا مسيكت المنتخب الأولمبي مسيكت المنتخب الأولمبي خلاص اه فالمهمة ترشح حلم طولان اللي قاعد ده قال لهم حلم طولان ده انا اشتغلت معاه وده يعني كده انا بقولك على حاجة انا لا اطمع في شيء ولا ارغب في شيء انا بحكي موقع عشان اقولك افكارهم ايه وعقليتهم ايه نازي الراجل ده انا اشتغلت معاه والراجل ده احسن واحد وا 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 فواحد قال لك اوكي اه طبعا الكابتن حلم ده اسم كبير وراجل مدرب كبير وكده ورد التاني قال لك بس هو تينك شوية هو تينك شوية طب ايه المشكلة لا هي دي المشكلة ما انا بقولك انا بقى تصديقا على كلامك ان هي دي المشكلة انه كل واحدة عايز واحد يجيب واحدة احتباطاته عايز يجيب واحد يقدر يمشيه يعني زي احنا دلوقت قدام عشر اراء بتقول حسام حسن ورأيين بيقولوا حسام البدري وعشرة بيقولوا حسام البدري واتنين بيقولوا حسام أسن ما شفناش الاتحاد قال انا ارفض حسام ليه البدري ارفض حسام أسن ليه سأتوجه للأجنبي ليه يعني انت حضيرك دلوقتي انا مطالب انت حضير دلوقتي الرأي العام بيسألك من خلالي مدير فني أجنبي ليه انت بتقول رؤية هل تقدر تقولي الاتحاد عنده رؤية مدير فني أجنبي ليه لا انا مقدرش اقول الاتحاد عنده لكن انا من وجهة نظري انا انا كراجل راجل بتخذ العلم منهجلي وبتخذ الاسلوب العلمي في الاختيارات منهجلي وبتخذ الاسلوب الاحترافي منهجلي فانا باختاره على هذا الاساس واخد بالك ضروري يبقى اختيارات اختيارات على اساس يعني انا بقول نمرة واحد الجانب الفني للمدير الفني اللي انا جاي اختاره ده الجانب الفني بتاعه عامل ازاي نمرة اتنين نتائجه عامل ازاي بطولاته عامل ازاي نمرة ثلاثة اخلاقياته عامل ازاي زي احنا مثلا فيه كان اعتراض على مدرب من تونس تقريبا مدرب اجنابي كان بيضرب في تونس قالك ده كذا ده شأزي جنسية مش كده مش كده فضروري اشوف سلوكياته ايه واخلاقياته ايه بما احنا قدام اجيري متهم في التلعب المباريات مهانة برضو ومع ذلك لما توصلت مع مسؤول الاتحاد قالك انها تهمة لم تثبت بالضبط ايوه بس حضرتك المنتخب الياباني عشان الناس بتخاف على بلدهم استبعدوا حفاظا على اسم اليابان خلاص يبقى ضروري كده يبقى ضروري ده